مخاوف وتوقعات أصبحت حقيقة مؤلمة جفاف حول مياه النهر العذب إلى أرض يابسة والأغدر إلى صحراء جدباء والغبات الشاهقة إلى رماد مشتعل التغيرات المناخية من أوهام باحثين قلل من شأنها غالبية سكان كوكب الأرض إلى واقع يصعب علاجه ما لم ننتبه لما تبقى من طبيعة استهلكها البشر تجزدت ملامحها في حرائق غابات وجفاف أنهار وتصحر وصل إلى مستويات قياسية في العديد من بقاع العالم خاصة القارة العجوز ففي أوروبا نجد الجفافة المستمرة قد أثر في معظم أوروبا وأدى إلى انخفاض مستويات الأنهار مثل نهر راين في ألمانيا الذي يمر بعدة دول أوروبية مما منع السفن الكبيرة ذات الأحمال الثقيلة من عبور نقاط مرور رئيسية وإجبار شركات الشحن على استخدام سفن أصغر وذلك بسبب بلوغ منسوب المياه عند نقطة تقع بالقرب من بلدة كاوب على نهر راين الأوسط بنحو 37 سنتيمترا الذي حل بدوره دون مرور سفن نقل المواد الخام والبضائع التي لا تتمكن من العبور إذا انخفض المستوى عن 40 سنتيمترا من نهر راين في ألمانيا إلى حديقة الهايتبورك في لندن التي تحولت إلى أرد جرداء ومشاهد اختفاء العجب الأغضر الذي كان يزين الحديقة اللندنية التي تعد من أهم حضائق العالم وأجملها فيما كشف عمدة لندن صادخان أنه تم حصر ما لا يقل عن 41 منشأة في لندن قد احترقت بسبب موجة الحرى التي تكتاح المملكة المتحدة تنتقل مشاهد أثار التغيرات المناخية إلى نهر سافوريس في فرنسا الذي يظهر بلمياه لأول مرة منذ عقود بسبب موجة الجفاف القوية التي تضرب البلاد بعد ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 40 دركة مأوية تلك بعض من كل لمشاهد في القارة العجوز تحولت فيها من البرودة إلى موجة حر شديدة لم تشهدها من قبل نتيجة التغير المناخية الذي أدى إلى حرائق وجفاف مستمرة فهل سيدرك البشر آثار استهلاكهم غير رشيد للطبيعة أم سيكون قد فات الأوان